الخبر أول الذي قد منها عن مشكلة خمر مار مع نور ادريس طبعا الخصة بدأت للغاية بالقمارمار نزلت على حسب البلد تيك تốc هذا المقطع مرى لو كنت كتابي أنا كنت ه speakers ا اعمل ايام condSec問 بعد تقريبا من اليوم نور ادريس إ Detail نزلت على حسب البلد تيك ت cooperation هذا المقطع احطكم يا هاتف لو كنت إرث 1 كنت تبي انا كنت ه schem اعمل ايام فML فمن واضح سابقوا قمر نوعا ما قلدتها فقمر مار كتبت تعليق على هذا الفيديو مع نور دريس على تيك توك وبهذا تعليق كانت كاتبة بي شوهر حلو اني سويت تريند والكل صار يسوي نفس الفيديو مالتي سولا حد يكتب لها تقلدين قمر لانه صار لتريند باسمي نوعا ما قاعد تتهم نور دريس من هي قاعد تقلدها لهذا فان ذات نور دريس صار يتهجمول على تعليق قمر مار وصار يردون عليه ويقولولها على فكرة هاي البنت الصور قبلوش قومنتي تشتهرين والنهي دائما سوي فيديوها سلو موشن وأساسها ما احد كتب لها انه تقلد قمر فردت عليها قمر انتبهي لطق من قهرك حبيبي وطبعا نور دريس لوت تعجب على التعليق هذا اللي يهجم على القمر بعد ان شاء الله تبسل التهجم للتعرضات لها فكتبوني احبه بالكومنتات انتوية من النور دريس اوية قمار مار اخر شي يخطب بيها قمار مار هي شوه كتب عاد راح ترجع لليوتيوب فقمار مار نزلت على سبب الانستجرام شهت استوريات وبهذا الاستوريات صارت تقول بيها وتريد بيها على الناس اللي يسئلوه اش وقت ناوي ترجع اليوتيوب فتقول ان هي اساس اللي لم صورت ولا فيديو لكن ان شاء الله يوم سيبت حتنزل فيديو شوفوا الاستوريات ايووي قمار شنو صار بالنسبة للفيديو اليوتيوب اللي وعدتنا بي اوكي تعالوا خدنا تفهم انا وعدتكم ان انا نزلكم هالاسبوع صح لا لا صح تمام لا سأتشذب عليكم انا لحد هاي اللحظة مطورت اي فيديو يوتيوب صورت فيديو واحد بس والتغى عن نصف ياني ما كملت قمار شوقت حتصورين الفيديو قمار حتحاول صور لكم فيديو هاليومين تمام هاليومين شوقت هينزل ان شاء الله اذا لحقت ويا رب الاحق يوم السبت اكو فيديو عليوتيوب اذا لحقت فادعولي على حق لانا هواي دقى انا شغول هواي عندي سوالف فان شاء الله يوم السبت ان شاء الله اكو فيديو و..بس.. يدقى الحال يلبيسان اسماعيل و هل هي اشتاقت الحبيبه السابق محمد اجواني فهي نزلت على سبب الانستغرام شو تشتريت بهذه الاشتوريات قاعدة تغني لمحمد اجواني او على الحبيبه السابق و قاعدة تكتب عليها من احلى اللغاني اللي غنيتها بحياتي و هل هي واحد من اللغاني قاعدة تغني بها انه ما انساك و ان الصعب الفرقة مالتاك و هي تقصد محمد اجواني حسن ما يقولون بعض الناس و احطكم الاشتوريات و يا يجبرني ما انساك يا وينا عن الفرقة و يا وينا مادر الصراحة كتبني احبب بالكومنتات هل هي فعلا تقصد محمد اجواني بهذه الاغنية او لا ننتقل الحالية لموشكهة محمد كريم و اميرة فالثياتهم شاء الله فولو عن بعض من حسابتهم بالانستغرام و اليوم شاء الله فولو و ما حد يعرف شن يسببوا صراحة بالضبط اصلا هم مثلاتهم مضلعوا و اصرحوا و ماذا قاعد يصير حاليا فاكتبوا احباب بالكومنتات شن توقعون السبب الخلاف اللي قاعد يصير بيناتهم و الممكن ان يرجعون لبعض او لا وباستمرنا هنا وصلت المقطع حبابي قناتي الثاني بالوصف اول من يوصل المقطع حال 7000 لايك اليوم رح يزيلكم فيديو ثاني فالكل يدخل على الرابط و يفجر المقطع وبتش ناكو فالزي يمكنك القصص مع السلامة